انا كنت زيك كده يا اختايا فاكرا ان انا عملت كل انواع الايس كريم ممكن اشعمل معك ايس كريم تاني لكن لا لقيت اختراب بقى جيدة او مار تسمعنا سمعت عن ايس كريم البومبون ايوه بومبوني يا اختايا عودي الى ذكريات الطفولة عودي يا اختايا عودي الى اخيتي عودي الى شو ما هنعمل ايس كريم بومبوني روحت السوبر ماركت جمعت كل انواع البومبوني اللي هو بتعمل فراولة طبعا عشان احنا هنعمله بتعمل فراولة وقعدت بقى كده شمرت وقعدت ايه افتح كل البومبوني زي منو شايفين كانت بتتفتح ماشي ما بتتفتحش اقولها عادي مفيش مشكلة المهم ان انا فتحت الكمية اللي كانت موجودة وما كانتش كمية كبيرة قوي بس انا تعبتي يعني عادي هنعمل ايه بقى في البومبوني ده هنطحنه يا تطحني في كابة التوابل الصغيرة يا تجيب هون وتفضلت دقي حضرتك لكن في الكابة هتضربي ضربتين وتقافي وضربتين وتقافي عشان تحافظي على الكابة عشان متقوليش بعد كده ان شو ما غوزتلك الكابة دي انا قلتلك خلاص هو هيتفرم عادي ما تقليش اتفرموا بقى بحيز الشكل المقدرش يقول لكم البودرة دي اخدت حتة من قلبيه طبعا يعني تعمها ورحتها حلوة اول هنعمل بقى الايس كريم اللي هو البيز الاساس اللي احنا نعمل بيه ايس كريم البومبون جبت الكيس العقلي اللي هو 180 جرام من الكري المشان تيء البودر الموجود في السوبر ماركت هضربه بخمسمائة ميلي مية متلجة 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 لخمسمائة ميلي حوالي كوبايتين وربع لكوبايتين ونص يعني هنضربهم كويس لحد ما يعلى معايا بهذا الشكل الفوزيح وبعد كده هنروح نجيب الحليب المحلل المكسف اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده انا عملته معاكم من الحليب السايل هو عبارة عن كوبايتين من اللبن اللي هو الحليب ونفذول اخرى عليه من كوباية لربع الكوباية من السكرة على نار هادية تقلبيه من حد ما المعاكي حليب محل مكسف هو ده اللي استخدمته حطيت كله على الكريمة وضربتهم بايس كريم لحد هنا ده البيز او الاساس بتاع الايس كريم ده كده ايس كريم فانيليا نقدر نعمل منه اي طعم تحبيه حطيت بودر البنبوني اللي انا طحمته على ربع الكمية ربع الكمية بالزبط حطيت عليه بودر البنبوني وضربته كويس اوي زي من انتوا شايفين لقيت ان اللون فاتح شوية فاقلت بقى اجود من عندي وحطيت معلقة صغيرة جدا من شرباط الفراولة وتقدر تستغني عنها على فك عشان تصبت بس اللون بقى لون بنك حلو قوي كده حطي في علبة سبت شوية بودر كده من المنبوني حطيته على الويش ودخلتها الفريزر خمس ست سبع تمان عشر ساعات لحد ما تجمد طب انت فاكرة ان الاختراعات كده خلصت لقى ماما تعالي هنعملي الكروكاند الايس كريم او دالجونا ايس كريم بص بقى يا اختها هنحط نص قباية من السكر ونكرملها كويس قوي على نار هادية لحد ما تتكرمل والدوب كده حط عليها معلقة صغيرة من بي كربوناتس سودي او البيكينج بوتر اللي موجود عندك اللي بيبقى لحد ما يهيش ويفتح ويبقى بالشكل ده تكون يحطى جنبك صنية مدهونة زيت كويس او ورقة زبدة مدهونة زيت كويس وتنزلي عليها الخليط حتلاقيه بعد خمس عشر دقايق كده جمد كسريه بقى ديكي وخدي وحدتين وحدتين بلاش كل كمية اللي انا عملتها دي وحط عليها اي نوع مكسرات يعني لوز فول سوداني اي حاجة متحمصة واضربيهم مع بعض قلتليك اخد كمية صغيرة كمية صغيرة واضربيها عشان الكابة عشان ما تقوليه الشومة بوزتلك الكابة هتطحنيهم كويس وبرضو حطيت هذا البودر بتاع الكروكاند او الدلجونة او الكرامل اللي هو الناشف ده على هذه الكريمة بتاعت الايس كريم وضربتهم كويس هتقوليلي الفرق بينه وبين الكرامل هقولك ان ده بيدي طعم كرانش كده حلوة اوي حطيناهم في علبة وبقيت البودر حطيته على الوش ودخلته برضه الفريزر من خمس ست سبع ساعات طبعا بقيت الكريمة بتاعت الايس كريم ربع حطيت عليه فانيليا والربع التاني حطيت عليه معلقتين من الكاكاو والبودر معلقة من النسكافي وضربتهم بقى عندي ايس كريم فانيليا وايس كريم شوكولاتة وبرضو حطيتهم في الفريزر واستنيت لحد ما تشوف النتيجة ادي ايس كريم البنبون ماقدرش اقولكو بقى على ريحته وطعمه قدي ياه 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 الناس اللي بتحب البنبوني ورحته وطعمه بصوا جميل يعني كنا منتخانق عليه طعمه ورحته وشكله حلوين قوي 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 يا جماعة بصوا حلو قوي ولا بتاع بقى اللي هو الكروكاند ده بتاع الكرامل البي قلمش ده فظيع يا جماعة او طعم الكرامل بالزبط بس بقى فيه ارماشة كده وانت بتاك يعني وانت بتاك له ايس كريم كده فيه حتة ارماشة كده حلوة مكسرات كده على كرامل لا يا جماعة فظيع ايه الحلوة والطعم والشقوة دي لا حلو حلو يعني مفيش كلام بجد يعني اختراعات يعني حلوة كده تدلعي نفسك بقى الدنيا بتاكد تتحرر اكتر والمدارس داخلها النقط بعد نعمل شوية ايس كريم بدلا من نشتريه يعني بفلوس ممليانة احنا صرفنا فلوس كتير قوي على الايس كريم طول الصيف ده المهم وهدي بقى ايس كريم الشوكولاتة طبعا ده حبيب الملايين ده الاساس معنا في كل حاجة طحفة شكل وطعم وقوام مقدرش اقول لكو جميل جدا وطبعا ايس كريم الفانيليا مقدرش اقول لكو بقى الطعم بالزبط 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 زي بتاع بره صدقيني لو عملت ايس كريم الفانيليا ده من غير اي اختراعات اللي انا عملتها ده يعني هو نفس بالزبط الايس كريم اللي بتجيبيه من بره من السوبر ماركت حلاوة وطعمة الكونو بقى بتاع البسكوت ده اعمله زي الكيموكونو حطيت شوية شوكولاتة صحيحة وقلت بقى عملت طبقتين طبقة كده من الفانيليا وطبقة من البنبون واشكل كده بقى وادلع نفسي كده هوت وطبقة من الكرامل وطبقة من الشوكولاتة على بعض لا يا جماعة الجمال والطعام والحلاوة دي بجد بقى لو عجبكم الفيديو لازم تعملوا لايك للفيديو تشيروه تكتبوه لي كومنت حلو وتعملولي فولو لو لسه ما عملتوش وتجربوه الاطعم وتقولولي اي طعم عجبكم البنبون ام الكروكند واشوفكم في فيديو جديد وباي باي